لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لكن ما الذي وقع؟ قال فلما آتاهما صالحا أي وقع ما طلباه فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما أي لم يفيا بالعهد لم يفيا بالنذر الذي نذره ومن هنا حذر أهل العلم من النذر وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخلص به من البخيل النذر ولا أقول كل وقد يكون جل يعني أكثر الذين ينذرون يندمون ويبحثون عن المخارج أنا نذر في كذا وأنا الآن لا أستطيع طيب ما الذي دفعك إلى النذر ولذا عندما يعرف أهل العلم النذر ماذا يقولون يقول إلزام النفس ما لا يلزم إلزام النفس ما لا يلزم أنت ألزمت نفسك ما ألزمك الله تبارك وتعالى ثم تأتي وتقول ما أستطيع طيب لماذا ألزمت نفسك في ناس ولدوا وترعرعوا وكبروا وماتوا ولم ينذر يعني لماذا تنذر أصلا لذلك ذهب جل أهل العلم إلى أن النذر مكروه وذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر محرم خاصة نذر المعاوضة هذا نذر العوض المجازات لئن فعلت كذا لنفعل أنك لئن آتيتنا صالحا لنصدقنا لئن آتيتنا لئن رزقتنا من فضلك لنصدقنا ولكنا من الصالح هنا لئن آتيتنا صالحا لنكوننا من الشاكرين هذا النذر العوض لئن نجحت لأصومن لئن شوفي مريضي لأتصدقن لئن رجع فلان لأحجن هذه النذور نذور المجازات هذه مكروهة مكروهة لماذا؟ لأن الإنسان لا يجوز له أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة أعطني أعطك الله غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى لابد أن نتعامل مع الله معاملة العبد مع الرب فقط مدعو يا رب إيش في مريضك ما نقول إن شفيت وأتصدق كأن الله بحاجة لصدقتنا تشترط على الله شي بشي هذا تتعامل به مع الناس أصنع لي كذا أصنع لك كذا أعطني كذا أعطيك كذا هذه معاملات الناس أما الله فلا نتعامل مع الله معاملة العبد مع الرب سبحانه وتعالى دعاء والتجاء وخضوع وطلب من الله تبارك وتعالى وإذا يقول الله تبارك عنهما هذا مثال يعني عن كثير من الناس يحدث منه مثل هذا لئن آتيتنا صالحا لنكنن من الشاكري يقول الله تبارك فلما آتاهما صالحا فعلا استجاب هذا الدعاء قال جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة